بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على تسليم الكثير الحمد لله الحمد لله الحمد لله نكمل إن شاء الله تعالى مع دورتنا في الدورة المتقدمة ووصلنا اليوم إلى النوع التاسع من الكلمات من أواخر الكلمات التي يكون الحرف الأخير فيها صحيح نحن الآن مع آخر نوع من الصحيح الآخر وهو النوع التاسع والذي هو من الحرف الذي كان ساكنا في الأصل ثم عرضت له حركة بسبب الوصل للتخلص من التقاء الساكنين نحن لدينا أشكال من الأشياء التي أصلها أنها ساكنة في اللغة العربية تقدروا تحطوني شوية من هاي الأشياء التي فيها سكون ما الأشياء التي أصلها ساكن يعني إعرابيا أو في أصل الكلمة إنه ليجب أنها تكون ساكنة آخرها ساكن كلمات أصدق نحكي؟ إما كلمات أو حالة العربية ممكن كلمة العصر الفجر الفجر لا العصر كسر آه يمكن فيها ضم أو كسر هاي ليست من الكلمات اللي إحنا منوقف عليها بتصير ساكنة أنا بدي لا إما بتقول إنها من أصل الكلمة بارك الله فيك عطتيني حرف الجر من عالشات شو رأيك عالشات عشان نتابعنا بوا عشان تسجيل من حرف الجر من نعم ساكن فعل الأمر ساكن الأصل في أن يكون ساكن نعم حتى لو حذف منه حرف العلي الوسط يعني مثل قال إذا حذف الفعل الأجوف لأنه صار أمرا مثلا صار أول قل فجزء منه انحدف الحرف المعتلى اللي بالوسط ولكن أيضا آخره بيكون ساكن شو كمان؟ مي من جمع نعم الأصل في مي من جمع أن تكون ساكنة شو أيضا من أشياء الساكنة في اللغة العربية أو من الكلمات الموجودة في القرآن الكريم النون الساكنة النون الساكنة أعطيني مثال عن النون الساكنة أنت بتكون النون ساكنة التنوين دائما ساكن النون الساكنة بتكون جزء من كلمة مثل حروف نعم من مثل كلمة من أيضا طب في عنا هل وبل صح؟ وإن و لن نعم وحروف هل وبل من أشياء اللي بتكون دائما ساكنة شو كمان في الساكن هاء التأنيث عند الوقف عليها نعم هاء التأنيث عند الوقف عليها توقف عليها بهاء ساكنة مثلها مثل هاء السكت هاء السكت أيضا من الساكن عشان تجمعونا إياها وتكسبونا إياها ما الأشياء الساكنة بطبيعة اللغة لامة تعريف ساكنة خلينا نحكي عن الأشياء اللي بآخر ريهام اللامة تعريف هي دائما ساكنة بس أصدق أنه بدنا الأشياء اللي فيه آخر الكلمة لأنه إحنا موضوعنا الوقف على آخر الكلمات لامة تعريف نعم ساكنة بس أنا البدي بالآخر الفعل المضارع المجزوم نعم الفعل المضارع المجزوم بيكون ساكن نعم هاي حالة إعرابية بيكون فيها سكون كمان حروف المد جميع هات تعتبر ساكنة بس حروف المد بتعتبر من ليس صحيحة الآخر فاليام ما حنتفرج عليها بس حكيك صحيح حروف المد دائما ساكنة طب نحن هناك تقريبا نغطينا معظم الأشياء اللي أشياء اللي فيها السكون وكلمة يوم إذ وحين إذ الأصل فيها أنها تكون ساكنة فبرضو هاي مما فيه سكون طيب الحروف الواو اللينة ما حكيتهش عنها مثل الكلمة اشتروا واو الجماعة إذا كان فيها حرف قبلها حرف محدوف اللي هو الألف اشتروا لأنه أصلها اشترى أو فبيصير صعوبة أو بتكون مثلاً يا آخر الحرف علة ثم دخلت عليه واو الجماعة فبيصير هنا فيه مشكلة فيه اجتماع الحرفين فبيلغى الحرف الأخير وبتبقى واو الجماعة في اشتروا ها؟ أصلها اشترى فلما دخلت واو الجماعة صار الحرف الأخير ساكن بطلت واو مدية لاحظوا لأنه أصلاً في واو الجماعة عادة تكون مدية قالوا عاملوا الأصل إنها مدية لكن إذا دخلت على فعل كان فيه حرف محدوف قبله وصار عندنا ثقل في الكلام يحظى في الحرف الأخيرة أو حرف العلة وتقى حرف الواو الجماعة فهو واو الجماعة اللينة هاي مما يسكن أيضاً من أشياء التي تسكن طبعاً حكيت عن فعل الأمر بس بد أن نبه على فعل الأمر إنه هو فعل الأمر الذي لم يحدى في الحرف المعتلى الآخر مثل كلمة أتلو 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 اللام مضمومة طب كيف وهي فعل الأمر؟ أصلها كانت أتلو أنا أتلو في واو ولكن بسبب الجزم بسبب البناء على الأمر حذف الحرف المعتلى اللي بالآخر فالضم على اللام هاي ضم أصلية فإذا نحكي إحنا عن حرف لما نحكي عن الفعل الأمر المجزوم وليس علامة جزمه حذف حرف العلة من أخيره أفعال الأمر اللي ما فيها حذف حرف علة من أخيره هي اللي بتكون ساكنة الأصل أما اللي حذف حرف العلة من أخيره بقي قبلها بقيت قبلها الحركة الأصلية على الحرف الذي قبله قبل الحرف المحدود فهي واحدة من التنبيهات كمان واحدة من التنبيهات تأنيف قالت عملت كل تاء التأنيف المفتوحة حكينا عن تاء التأنيف شو هي تاء التأنيف اللي بتكون إما في بداية الفعل المضارع هاي مش موضوعنا اليوم موضوعنا اللي بنهيات الفعل الماضي والكلمات التي رسمت بالتاءة مفتوحة بس الكلمات التي رسمت بالتاءة مفتوحة مثل كلمة رحمة جمالة كلها هاي عبارة عن فيها حركات نحن بنحكي تضل من التاءات التأنيف فقط اللي بتكون نهاية فعل ماضي شجرته عليها حركة يا من برك الله فيك انت جبت كلمة شجرته وعلى الكلمات اللي فيها التا مفتوحة بس شجرته وهي اسم فيها حركة بتكون في الآية عليها حركة في الآية فلما تصير تا مفتوحة بتصير عليها حركة مش زي التا المربوطة إذا التا مربوطة نعم يوقف عليها بهاء ساكنة فقط بس أنا اللي بحكي عنها التا المفتوحة إنها تكون ساكنة اللي هي في الفعل الماضي إذن بس هي اللي بقيت دائما ساكنة الأصل فيها أنها ساكنة ما عملت فهي ساكنة أما تائل تأنيث مثل قانتات قانتات سائحات هاي كلها داخلة في الإعراب بنطبق عليها لأنها اسم ينطبق عليها الإعراب احنا بنحكي عن تائل تأنيث المربوطة بالفعل الماضي نعم طيب احنا هاي بعض التنبيهات على الأفعال ان شاء الله بلخص لكم إياها ولا برضو لما نزل الفيديو بنزله ملخص وجاهز طيب ننتقل الآن إلى موضوع علامة السكون ما هي علامة السكون طيب علامة السكون اللي احنا بنعرفها هي بنسميها رأس الحق خلينا نتفرج على هاي الكلام مثلا الأعلون العين شو شايفين فوقها هاي بعض الناس بسموها رأس الخا في ناس بسموها رأس الحا حسب المرجعين انت بترجعينه في ناس حتى بقول لك هاي رأس الجين طيب لماذا يعتمدون على يعتمدون على ماذا كان اسمها لما رسمت الخليل بن أحمد هو أول من رسمها ولما رسمها على رأس حا هي الأصل كانت خا يعني حرف مخفف خفف هنا لا يوجد شدة يوجد سكون بدون ما يكون فيه شدة فهي جات من كل ما تخفف في ناس بحكولك لا هي أصلها جيم وأصلها جزمة هي اللي هي علامة جزم طيب لما تكون طبعا بآخر كلمة ما فيش جزم بالنص الكلمة في ناس بقولوا هي عبارة عن رأس حا يعني استرح هنا استرح فهي فيها أقوال إنه شو أصل هاي اللي احنا شايفينها فإحنا مرات بنلاقيها في بعض المراجع يسموها رأس الخاء وفي بعض المراجع يسموها رأس الحا على ما هي مرسومة بس بغض النظر مهما كان سبب تسميتها بغض النظر السكون في القرآن يرسم بهذا الشكل اللي هي رأس حا صغيرة طيب يعني الشكل اللي قدامه شو إحنا شايفين حا صغيرة رأس حا صغير ما نسميه رأس الحا ليش لأن الحا عادة بتكون نازلة بقوس لتحت الحال مكتملة آه مثل صحيح هايها شايفين القوس اللي تحت فلما هي مرسومة هي مرسومة بالرأس فقط مش مرسومة مع بقية القوس فبسموها رأس الحا اللي أنا شايفيته اسمه رأس الحا أما شو هي في الأصل إما بتكون معناها خفيف أو معناها جزم أو معناها الاسترح بمعنى إنه لا يتحرك الحرف وفيه حتى سمعت بعض الناس بولك خالي من الحركة خالي من الحركة يعني هاي الرمز اللي برجعوا له فبغض النظر عن هاي المسميات هي كلها بالنهاية أنا شو شايف عدامي شايف رأس ها صويرة هي هذا الشكل اللي احنا نشوفها الأصل في الكلمات اللي احنا نتحدث عنها اليوم إنه هذه الكلمات لازم يكون مرسومة عليها حسب موقحها من الإعراب أو حسب موقحها من حسب نوحها هي الأصل أن تكون ساكنة مثلا قم هنا سبب السكون موضوع إنه فعل أمر فعل أمر آخر عادة بيكون مبني على الجذب إيه إحنا عنا مبني على السكون فهذا البناء حكم البناء لازم يكون في النار أصحى صغيرة لكن هذه حركة حركة بسبب التقاء الساكن إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع لما تحدثنا عن اللقوف على الساكن الآخر ما هي الأشياء التي بتكون ساكن في الآخر هاي يمكن أول من أوائل النقاط اللي شرحناها في الصحيح يمكن كانت نقطة رقم الأصل الكلام اللي نقف على السكون لما تحدثنا في نقطة رقم هاي النوع الأول أن يكون آخر الكلمة ساكنا سكونا أصليا هنا حطوا لم جواب الشرط إحنا ما ضفناهوش برضو وضيفو لنا مع الأشياء اللي حتكتبوها لما يكون فيه شرط وجواب شرط فالم كمان من الأشياء اللي أصدها سكون فإحنا لما شرحناها هذه النقطة الأولى نطينا هون قلنا موضوع أنه فيه إشي اسم تخلص من الساكن اليوم بدنا نركز على التخلص من الساكن أيضا الأصل أن يكون فيه هنا مرسوم رأس سلحاء صغيرة لكن فيه حركة تحركت تحركت بسبب وجود الساكن الذي بعده هنا بدنا ننبه على موضوع ما هو الساكن الذي بعده هاي برضو بتختلف من كلمة إلى كلمة هاي من الأشياء اللي بغتلتوا فيه على الأخوات اختلت عليهم كثيرا فإحنا هنا مثلا الليل ما هو الساكن الأول وما هو الساكن الثاني الساكن الأول هو الفعل الأمر الذي مبني على سكون الساكن الثاني هون وينه هون لاحظوا كمان فيها موضوع الرسم العثماني فيها حذف لواحدة من اللامات فهي كلمة ليل أصلا دخلت عليها لام التعريف فالساكن اللي يدخل علينا هو لام التعريف لام التعريف أضغمت فيما بعدها ضام متماثلا وكتبت بهذا الشكل كتبت بلام واحدة ففيها من قواعد الرسم العثماني قاعدة الحذف في لام محذوفهم فالمين الساكن الأول هلأ بالمرسوم هو الحرف المشدد الأول لأنها أضغمت فيما بعدها والحرف اللي بعدها هو المشدد فإذا هذا المرسوم عندنا الشد على الثاني وإذا الحرف اللي بقي بعد الإضغام هو اللام الثاني الليل طيب فعندنا إضغام متماثلا فإذا مين الساكن هو الأول في الحرف المشدد هون مين هذا الحرف المشدد هون هو اللام الثاني وليست اللام الأولى الليل خلينا النقطة شوي على قواعد الرسم الأثماني ومنها ما حذف اليا أينما وقعت منها ما حذف اللام إذا تكررت مش كاتبين في الكتاب في المنير أنا عادة هلا بدور بالمنير ومنها حذف اللام إذا تكررت نحو الليل مثل الكلمة الليل واللذاني واللذين أينما وقعت بس مش حكين اللام المحذوفي هل هي الأولى أم الثانية مش حكين في قاعدة الحدث هنا لموجودة لا يوجد تحديد أيهما التي حذفت لكن أنا شايفي علامة الشدة والشدة هنا فإحنا لو قلت الحرف الأول في المشدد يكفي بغض النظر عن تعريف أي لام هاي هل هي لام الفعل ولا لام التعريف مش مذكور أي لام المحذوفة هل هي الأولى ولا الثانية فإحنا بدنا نحكي الحرف الأول في المشدد هو هذا الساكن فإذا الساكن الأول هو الميم والساكن الثاني اللام في كلمة الليل اللام الأولى في هذا الحرف المشدد طيب نيجي عند وأنذر الناس وأنذر برضو في الأمر الأصل فيه السكون الساكن الثاني هون وينه؟ يا لأكتبوا لي وين الساكن الثاني هون؟ طبعاً نحن نحكي عن التخلص والالتقاء الساكنين اللي في كلمتين هون إحنا مركزين على كلمتين النون الأولى من المشدد ممتاز إذن ليس الساكن هو لام التعريف مع أنه إحنا حكينا في لما بلشنا نحكي شو الأشياء اللي بتكون ساكنة عادة حكيت بتولي لام التعريف طب لام التعريف هون مش موجودة أصلاً إحنا لم ننفضها لأنها أضغمت فيما بعدها فمرة ثانية هي المشدد النون الأولى في المشدد بعده التي أضغمت فيها اللام فلام التعريف هو لكأنها موجودة فالمشدد الأول هو الراء عفواً الساكن الأول هو الراء في الفعل الأمر والساكن الثاني هو النون الأولى في المشدد ممتاز اشتروا الحياة الدنيا شو الساكن الأول ما هو الساكن الأول الواو اللينة ممتاز بس هاي برضو واو جماعة فلازم نحكي واو الجماعة اللينة هاي اسمها لأننا نحكي عن حرف متطرف هاي اسمها واو الجماعة اللينة وهذا يحكينا واو الجماعة اللينة بتكون في حالة إنها دخلت واو الجماعة على حرف وكان فيه ثقل لفظ الحرف العلة المتطرف اللي في آخر الكلمة أصلاً فحذف حرف العلة وبقي على معنى الجماعة وهو كان أهم فحذف حرف العلة من الفعل وبقيت فقط الحركة على الحرف قبله الرا لاحظوا إنها مفتوحة حسب الحرف المحذوب إذ الرا كانت مفتوحة لأنه كانت اشترى طيب الاشترى فالرا ظلت مفتوحة وواو جماعة أجت فصارت واو جماعة لينة طيب هذه اسمها واو جماعة لينة فإذا مش لأنه فعل أمر هذا مش فعل أمر أصلا هذا فعل ماضي اشترى فعل ماضي فلاحظوا لما دخل الفعل واو جماعة على حرف حذفة حرف العل في الثقل وبقيت حركة قبل الأخير هي مفتها مع واو جماعة صارت اسمها واو الجماعة اللينة فتحة ثم سكون بعدها ومعناها هي واو جماعة طيب الساكل الثاني هون ما هو الساكل الثاني هون لام التعريف حاول ده أسمي الأشياء لام التعريف مش لام بس لام التعريف المظهرة هنا لام تعريف مظهرة لأنها زائدة لازمة واجت على حرف من حروف القمرية مش من الشمسية طيب فبتكون من خف أبغي حجك وخف عقيمه فمن حروف اللي فيها إظهار فلا من التعريف المظهرة هاي هي الساكل الثاني طيب يلا أنتم والأعلو أنتم والأعلونا من الساكن أول أيوة ميم الجمع منتاز ميم الجمع ممكن تكون ميم الجمع جزء من ضمير متصل هم وممكن تكون ميم الجمع لوحدها فبالتالي اسمها ميم الجمع بغض النظر مرتبطة مع إيش طيب بس للمعلومة مثل لقات الهم تيجي مرات مع الضمير المتصل الهم هنا أجت أنتم فإسمها ميم الجمع بغض النظر متصلة مع إيش من قبلها فهي ميم الجمع الساكنة الأسف فيها ساكنة ساكنة الثاني لام التعريف المظهرة لام التعريف المظهرة طيب لام التعريف المظهرة اللي هي لام القمرية طيب لهم الناس مين الساكن الأول ميم الجمع نسميها ميم الجمع الساكن الثاني النون الأولى من المشدد من الحرف المشددة ليش مشدد؟ لأنه أضغمت فيه اللام الحرف المشدد بعد أضغام اللام الحرف الأول النون الأولى في الحرف المشدد بعد أضغام لام التعريف فهنا بيجي الساكن الثاني مهمة معرفة وين السواكن في الموضوع حتى نعرف لما نيجي نقف عليها نعرف هي أصلا من أي نوع من السكون فليوقف على هذه الكلمات إلا بسكون المحض ويمتنع فيها الوقف بشمام الروم لأن الأصل فيها سكون والتحريك في الوصل إنما كان علة وقد زالت في الوقف كان لعلة يعني كان فيه سبب والإشمام الروم لا يدخلون على حروف السكين فإذن ورجعنا نقف عليها بالسكون الأصل فيها السكون لا يفقف عليها إلا بالسكون المحض أنا كنت حكيت لكم أن سكون المحض يفضل أنه يطلق على كل سكون بس لما أخذنا النوع الأول وهينا منعيده بالنوع التاسع حتى الكلمات التي في أصلها سكون فأيضا تسمى سكون المحض بس هاي يعني بس تصحيح لشيء قلت سابقا إنه كنا سكون المحض يوقف عليها بالسكون المحض حتى هاي التسمية موجودة هنا حتى لو كان في أصل الكلمة هي ساكل أيضا طيب إذن أصل فيها سكون وتحريك في الوصل إنما جاء العلة وقد زالت تلك العلة إذن هنا زالت تلك العلة فرجع إلى أصله وهذا النوع هو المسمى عند العلماء عارض الشكل أي الشكل الذي عرض للحرف وصلا بقصد تخلص منتقاس عارض عارض الشكل عارض الشكل لما يقوله باللغة العروية الشكل هي علامات الإعراب الفتحة الضمي الكسر عارض الشكل هاي الشكل عارض طيب ليش ركزوا على هاي الكلمات هاي الكلمات مما حرك بالضم أمر محرك بالكسر طيب هنا جابوا لكي كل الأمثلة مما حرك بالضم للتقاء الساكنين في حتيجي معنا هلأ كلمات حنط في هذا الدرس حنط على الصفحة اللي فيها التقاء الساكنين ونشرح التقاء الساكنين من التنبيهات بس الفكرة إنه هم يركزوا على الأشياء التي فيها الضم مما يضم في التقاء الساكنين واو الجماعة اللينة وميم الجماعة احفظوها واو الجماعة اللينة وميم الجماعة هنا لدينا في فعل الأمر الميم لحظة هاي ميم وهاي ميم لش انتبه مهم ان انتبه لها هاي ميم وهاي ميم هنا ضمت لان هاي ميم جمع بينما الميمات كعموم هي مما يكسر بس ميم الجمع اللي تضم طيب فهي واحدة من يضمه واذا هاي جمع وهاي جمع وشو تحفظيهم اتعون الجماعة هم اللي بنضمه الباقي الحروف تكسر معدل التي تفتح والتي تفتح ليش لم تذكر هنا إلا أمثلة لانها أصلا لا يدخل فيها شمام والروم أصلا ملغية من موضوع هذا الدرس اليوم لكن هلا لما نقط على أنواع التحريك بالساكن عند التقاء ساكنين أنواع تحريك الساكن حيكون معنى اشي مما يفتح التقاء الساكنين طيب هذا النوع اسمه عارض الشكل إذن هذا الشكل عارض أو هاي الحركة عارضة هاي معناته عارض الشكل يعني عارض التحريك الحركة جاءت عارضة وليست من أصل الكلمة ومن هذا النوع ماذا يتبع هذا النوع كلمة يوم إذن لان الذال فيها ساكن الأصل لأنها يوم إذن إنما كسرت من أجل ملاقاتها السكون التنوين إذن هاي الكلمات جاء محا التنوين هذا التنوين هو الساكن فحركت هي بالكسر قبل التقاء الساكن اللي بعدها اللي هو التنوين فإذن هاي بالذات هاي الكلمة بالذات معان غير عن هدول هدول كلهم في كلمة أولى وفي كلمة ثانية هاي الكلمة بالذات الساكن جاء فيها نفسها التنوين وجود التنوين هو اللي خلها صار في ساكن بعد ساكن فتحركت الذال بالكسرة فقبل ما أقول التنوين بقول يوم إذن ذي بعد الكسرة ثم بدخل على التنوين الساكن فإذن هذه ليست بسبب الكلمة التي بعدها وإنما بسبب الشكل أو التنوين الذي دخل على الكلمة نفسها فهذا يعني حالة خاصة من هدول لأنه هدول كل الأمثل الموجودة هنا في ساكن أول في ساكن ثاني في كلمة أخرى أما هذا الساكن موجود في نص الكلمة فلما وقف عليها زال الذي كان من أجله كسرته التنوين لأن التنوين عارفين إحنا التنوين لما نقف عليه لا يلفظ لا يلفظ إلا التنوين المفتوح إذا وقفنا عليه فهذا التنوين مكسور مما يلغى عند الوقف عليه لاحظوا أنه حكوا أنه هذا عارض برضو مرة تانية هذا الساكن هو التنوين بسبب الوصل هذه خاصة بهذه الكلمات أما أي تنوين آخر غير هذه التنوينات التنوينات حركة أصدية في كل الكلمات التنوين داخل على المتحرك فالحركة فيها أصدية فكان الوقف عليها بالرومة جائزة إذن ها التنوينات كعموم كل تنوين بتشوفين هي حركة أصدية ما عادة هدول الكلمات إذن هاي من الاستثناءات للتنوين أستاذة دكتورة ممكن تشرحي معلش الحتة دي كانت ديكت من لغة الثاني المرة اللي فتت يعني الكلماتين دول إن هي بس فقط يعني اللي حركة أنت في الأول من شرفت نفس الكلمة ممكن حركة أيوة أيوة إحنا هلأ الفكرة هون أنا عادي بقرأ لك اللي موجود الآن إذا في حدا عنده سبب اللغة العربية لاش هي حركة بالتنوين يرات يفيدنا ويزيدنا اكتبنا يعني على جروب على المجموعة الواتس في النقاش بس هلأ هدول الكلمتين هلأ لأكثر من سبب فيهم استثناء أول سبب إنه التقاء السكنين جاء في كلمة نفسها يومئذ في الأصلها يومئذ حينئذ أصلها حينئذ لكن عنده الوصلي يضاف لها تنوين فصار الالتقاء السكنين مين هم حرف ذال السكنة مع التنوين الذي أضيفه عنده الوصلي لما نقف عليها بتعود لأصلها في ذن هذا التنوين طارق كيف لما حكينا موضوع التاء التأنيف لما هون رحمتهم حكينا الحركة للتاء وصلا ولا يوجد أي حركة على الهائل لما نستسكن نفس الفكرة الحركة جاءت عنده الوصلي مثل تشبه هاي إنه بالتاء التأنيف لما أوصلها الحركة تابعة للتاء وصلا أما إذا وقفت عليها فرجعنا بالوقوف إنه هاء ساكنة فنفس الشي هون إذن هاي كلمات مما فيه التقاء السكنين في نفس الكلمة إذن هاي نفس الكلمة هون ليش ما حكينا مع التقاء السكنين في نفس الكلمة مالهاش دخل لأنه الهاء عند الإبدال الحركة بتختفي وليس لها أثر تجويذي ونقف على هاء ساكنة أما هون نرجع لأصل كلمة السكن فبالتالت غرجت من إش ما مرى فهي يمكن استثناء وحيد أول شيء إنه هذه التنوين ليست أصلية الأصل في الكلمة الساكنة كل التنوينات الأخرى في المصحف هي حركة أصلية في الكلمة كل التنوينات حركة أصلية إذن هاي يعني من جهتين مميزة مميزة من موضوع إنها ليست أصلية في الكلمة اثنين إنها لما هي التقاء السكنين كان في كلمة واحدة وصلت ريهام ولا بتحتاج أشكرا آه آه وصلت شكرا جزيلا شكرا هي فعلا بتلخبت والفكرة كانت إنه هي يعني برضو أنا ما كنت شاهدها كتير بس هاي بعثوا لنا التنوين العوض من جملة محذوفة والأصل في ذال كلمة يومئذ كسرت من أجل ملقاتها تسكون التنوين فلما وقف عليها زالة الذي كسرت من أصل هون شو حكين تنوين عوض من جملة محذوفة إذن هاي التنوين من أجل تنوين عوض من جملة محذوفة شي جملة محذوفة ما بعض ما عنديش هذا القدرة على اللغة العربية بهذه الدرجة فبرضو إذا حد لأنا مرجع آخر برضو يفي بلا شزاكم الله خيرا طيب إذن خلصنا من هاي الكلمات رح النط الآن على صفحة 291 في الكتاب الجديد زي بلطيكو أنا هون بشرح على تنبيهات حفص عشان أشؤ نقرأ ما هي أنواع التحريك بالساكن عشان نجمع الموضوعين مع بعض ونخلصه تماما اللي هي ما أنواع التقاء الساكن والتحريك بالساكن فحننط من هون لعند التنبيهات تنبيهات في حفص ونذهب إلى نقطة 25 وهي التحريك الساكن كيف يحرك الساكن في المصحف هنا التقاء ساكن ما هي ساكن في كلمتين إحنا هذه اللي بتهمنا في كلمتين كلمة واحدة حنحكي عنها بعدين لما ناخد الدرس بس هنركز على هون على أساس إن هنا ما هو نوع الساكن الموجود التقاء الساكنين في كلمتين ننظر حرف الأول فإن كان حرف مد فإننا نحذفه قالوا الحمد لله أو قالوا اللهم أو قالوا ذاق الشجرة بغض النظر شو كان المدام في حرف مد وفي بعده حرف ساكن بعده فإنه يحذف شو الحرف الساكن هون هون اللهم مرة تانية هاي لاحظة اللام التعريف هي طبعا اللهم مثل كلمة الله هي أصلية وليست زائدة هي كلمة أصلية بس هون الشدة على الحرف الثاني فالحرف الأول في المشدد هو الساكن الثاني ذاق الشجرة الشين الأولى في المشدد الذي تومنا هون لاحظوا هون هون اختلف عندنا الساكن الساكن هو الحرف الذي يلي همزة الوصل أي حرف يلي همزة الوصل بيكون ساكن طبعاً إحنا مش دهر عنا اللام التعريف لأنه جاي بعد حرف وصل هنا برضو موجودة في كلمة في حرف الساكن هو ما بعد همزة الصلة وصلاً همزة الصلة أضيفت لأنه هذا ساكن حتى يبتدأ فيها بهمزة محققة بدل همزة الوصل فبيصير هنا مثلاً إبدال مثلاً وتمنى في بعض الخلمات لا بتكون لعنا مختلفة فالمهم الفكرة هنا الساكن الثاني هو الحرف الذي يلي همزة الوصل هذا هو الساكن الثاني طيب تفضل فيه سؤال طيب قال الحمد لله مرة تانية هي اللام التعريف المظهر في الساكن الثاني ميم الجمع نضمها حكينا ميم الجمع عليكم عليهم هنا ضمير متصل عليكم هنا معنى الجمع هنا ضمير متصل طيب لكم الملك برضو من الجمع مسميناها واو الجماعة اللينة فأننا ضمها حكينا وآتا إذن أصلها وآتا لما حضفنا واو الجمع صارت وآتا حذف حرف العلة بقيت حركة الحرف الذي قبله هذه حركة أصلية وضأجت محوال الجماعة واو الجماعة عادة تكون مدية لكن إذا جاءت قبل حرف حذف المعتلي الآخر الكلمة عفوا حذف المعتلي الآخر فيها وبقيت حركة القبل الأخير فتحة فصار اسمها وهو الجماعة اللينة إذا جاء بعدها الساكن شو الساكن هنا الزينة الأولى المشددة ألف لام ميم فاتحة العمران هذه من الكلمات التي لها علاقة بالرواية ولا يوجد سبب إعرابي أو لغوي لها هذه بالرواية أن هذا يفتح وهذا بسمو فتح حكمي لماذا؟ لأنه حكمه باللام في هالتفخيم بسبب حركة ليست مرسومة على هذا الحرف لا يوجد حركة مرسومة على هذا الحرف موجود هاي الحالة في كلمة فاتحة العمران وكلمة آ الله على وجه التسهيل لما نحكي تسهيل الهمزة الثانية بطلت موجودة وكأنها غير مرسومة فلا يوجد حركة فلما نحكي آ الله بنفخم فبتصير هنا فاتح حكمي لما يكون فيها وجه التسهيل النون من كلمة من هاي من هاي الحرف من ما يفتح الياء الإضافة مما تفتح هذا الضمير المتصل ياء الإضافة ياء المتكلم فهاي الكلمات وفي عندنا هاي عهد يا ظالمين هاي استثناء لياء الإضافة غير ما ذكره من حرف فإننا نكسرهم طيب؟ فنكسر طيب مين اللي علاقة فيه حكينا عن الأشياء التي تضم اللي هي الأولى والثانية والأخيرة التي تكسر هاي اللي حكينا عنها اللي تفتح هون وهون وهون ما حكينا عنها لأنها أصلا خارجة من اللي ما مر يوقف عليها بالسكون حتى لو كانت ما فيش إلها غير السكون ما حب نقف عليها طيب؟ فإذن يرجع فيها السكون هاي كي بنكون خلصنا جميع موضوع التقاء الساكنين وكيف نقف على عارض الشكل أو التقاء الساكنين فإذن حسب تعريفهم في الكتاب هذا النوع المسمى عند العلماء عارض الشكل أي الشكل الذي عرضه للحرفي وصلا بقصد خلص من التقاء الساكنين عارض الشكل ليس وصف لكلمة يوم إذن وحين إذن فقط هي وصف لكل حركة أجت بسبب عرضت للحرف الساكن بسبب التقاءها مع ساكن أخر فحسب تعريف الكتاب يعني في بعض الناس كانوا يحكوا عارض الشكل بس لا يوم إذن وحين إذن لأنه هذا النوع المسمى إذا معناته ما شرحه صادقا هو المسمى ومن هذا النوع أيضا يعني في إضافة ومن هذا النوع وكلمة يوم إذن وحين إذن فعارض الشكل ليس فقط مسمى خاص بكلمة حين إذن ويوم إذن وإنما هي لكل ما تحرك سكونه بسبب التقاء ساكن بعده فهيك بنكون إن شاء الله أكمل الموضوع اليوم وإن شاء الله في لقاءنا الجزء الثاني رح ننتقل مباشرة إلى التطبيق لهذا الكلام اللي تحدثت عنه اليوم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر